في رأس أذهب إليك كما ذكر حازم لا أسرى لا رهائن في مستشفى أو مجمع الشفاء الطبيقاء كما قال الجيش الإسرائيلي وسط خسائر كبيرة في صفوف الجيش من عتاد وعديد كيف يتفاعل الوسط المحلي الإسرائيلي مع هذه الأنباء؟ يعني الجانب الإسرائيلي بعد أن استمع لأيام طويلة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يواف جلانت الذين قالوا بأن لديهم معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود غرف عمليات وعتاد عسكري وأنفاق تحت مستشفى الشفاء ولربما هناك رهائن كما قالوا لكن الجيش الإسرائيلي عندما دخل لم يجد شيء من ذلك رغم حديثه عن بعض العتاد العسكري الذي اكتشفه داخل مستشفى الشفاء ولكن الكل عنوانا بأن للأسف لم نجد رهائن هذا ما قالوه وقالوا وأكدوا بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال بعد مرور ثماني ساعات على اقتحامه مجمع الشفاء لا يزال يقوم بعمليات تفتيش غرفة غرفة وسرير سرير مع وجود أطباء يتكلمون اللغة العربية وهم عسكر من الجيش الإسرائيلي واضح بأن وجود هؤلاء له علاقة بنقل المرضى ونقل الجرحة من هذا المشفى وتهجيرهم نحو الجنوب كما تذكر الزميل حازم هذا إلى جانب تصريحات أخرى بأن هذه المحطة ليست هي المحطة الأخيرة لهذه المعركة ولا لهذه الحرب مستشفى الشفاء هو محطة من محطات طويلة يقول الجيش الإسرائيلي بأنه سيستكمل عملياته العسكرية ويتحدث الآن التحريط بات على الجنوب بأن الجنوب أيضا معقل ويتحدث عن خان يونس بأنها معقل يحيى السنوار أكبر قادة حركة حماس في قطاع غزة وبالتالي الجيش الإسرائيلي كما قال يواف جلاند قبل قليل أمام المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بأن العملية العسكرية مستمرة في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها وأهدافها هو إسقاط حركة حماس أولا وإعادة الرهاء ثانيا رغم وجود مصار بالتوازي مع الحرب المستعرة في قطاع غزة لمفاوضات حول إطلاق صراحة الأسرة وتبادل أسرة مقابل أسرة ومقابل وقف لإطلاق النار لأيام لكن حتى الآن هي في المنطقة الضبابية وغير واضح إذا ما كان هناك تقدم على هذا الصعيد بكل الأحوال هناك ضغوطات كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي هناك تظاهرات هناك عائلات وذوي المخطوفين يضغطون بشكل كبير ويتخوفون من أن هذه الحرب ووصولها إلى زاوية مقفلة قد يعني تودي بحياة أبنائهم المحتجزين لدى حركة حماس وبالتالي الآن الجيش الإسرائيلي يستكمل عملياته لا يلقي بالا ولا آذانا صاغية لأي نداءات سواء داخلية أو خارجية ويستكمل هذه العملية عمليات التحقيق مستمرة في مستشفى الشفاء ويبدو بأن الهدف في النهاية هو إفراغ هذا المجمع المكون من ست طوابق ومعظم النازحين يعني معظم من بداخله نازحين وهناك المئات من الجرحى والمرضى الذين يرزحون الآن تحت حصار عسكري إسرائيلي وأيضا يعني هناك عمليات اقتحام لكافة الأقسام وكافة الغرف داخل هذا المجمع شكرا فراس لطفي مرسلنا من القدس